وبالتالي أمرهم بيعرف غلطوا الشخص ده اللي هو بيبقى عنده تاق المظلومية ده أمرهم بيعرف غلطوا ولا بيعلموا ويتكرر ده في العلاقات اللي جاية طيب مشكلة تانية بتواجه الناس في الجواز الجديد بعد الطلق الميل لاختيار شخص على النقيد من الاختيار من الشخص الاول من الاختيار الاول في الجواز الاول لأن بعض الناس بيشوفوا إن العيب كان في الشخص اللي انفصلوا عنه وإن هو محور الخطأ ده وإن هو محور العلاقة فبالتالي بيدور على شخص ما فيهوش نفس العيب ده وخلاص بس هو ده اللي عايزه زي مثلا يدور على شخص كريم لأنه كان الشخص بخير من غير ما يبص هو الشخص الكريم ده حسن التواصل أمش حسن التواصل الشخص الكريم ده شخص مسيطر ولا مش مسيطر الشخص الكريم ده شخص سيماته الشخصية تتناسب مع سيماته الشخصية ولا لا أهم حاجة هو عايز شخص كريمه بس حتى لو كان الشخص الكريم ده إيه اللي حاصل متعدد العلاقات مثلا وعايز حد ما يكونش بخير زي الشخص الأولاني مثلا عايز واحدة ما تكونش كثيرة النقد زي الأولاني سواء بقى كانت كسولة سواء كانت ما بتحبش تعمل حاجة سواء هي شخص ما بيحبش التطور شخص مش شايف إنه هو يتحمل المسؤولية أهم حاجة بس ما تبقاش شخص نقدي بس غير كده أنا مش عايز حاجة تانية الناس بتقول كده ومش بيبصوا لبقى الصفات وهل هي مناسبة ليهم ولا لأ المهم مفوش نفس العبل اللي كان في في الاختيار الأولاني وعشان كده نبهنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تنبيه هنا لطيف في قوله لا يفرق مؤمن ومؤمنة انكرها منها خلق الراضية منها الآخر يعني لازم حضرة النبي بيخلينا نبص للصورة الكاملة يبقى احنا لازم نبص للصورة الكاملة فحضرة النبي دايما بيعلمنا في الإجاب وكمان في التقييم لازم نبص للصورة الكاملة المقارنة بين الاثنين أحد التحديات اللي بتواجهنا وإحنا رحيل الجواز الجديد بعد الانفصال المقارنة بين الاثنين وإسقاط المواقف على الطرف الثاني زي مثلا بيقول المثل الشعب اللي تلسع من الشربة ينفق في الزبادي وإن كان النفخ أصلا في الأكل عادة غير صحية بيكون فيها بقى شيء أشبه بالترومة من شريك اللحيا السابق فيفضل الشخص يقانن في كل المواقف ده بيشرب زي ولا لا ده بينفق زي ولا لا ده بيكلم الناس زي ولا لا ده بيسكت زي وبيتفرج على نفس الحاجات مقارنة 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 يفضل يقانن ما بين شريك شريك حياته الحالي وشريك حياته السابق بشكل مبالغ فيه لدرجة أنه يبقى أدوة كل ده شغل لتفكيره حتى لو في الكلمة حتى ولو لزمة معينة في الكلام يقوله ما تقولهاش تاني ليه؟ عشان بتفكرني بطريقها بتفكرني بطلقتي فبيكون فيه جو مليء بالتحفز ضد شريك الحياة وساعات شريك الحياة بيحس نفسه أنه هو مش متشاف هو اللي متشاف ده هو شريك الحياة السابق وهو بيتشاف النجاتيب بتاعه يعني هو مش متشاف أصلا ويفضل الشخص اللي هو عنده شبه الترومة ده يفضل يرائب تصرفات شريك حياته الجديد ده خوفا من وجود أي شابه من أي صورة بأي طريقة مع تصرفات الطريقة أو الطريقة بحجة أنه هو عايز يتطمن على حياته القادمة من التحديات كمان اللي بتواجه الناس في الجواز الجديد بعد الانفصال الخوف من الفشل لدرجة أن الأوقات الخوف ده بيسيطر على الشخص فتفشل الإقلاقة الجديدة بسبب خوفه من الفشل وده بيزهر على تصرفاته وشريك حياته الجديد بيحس أنه طول الوقت عايش مع حد مرعوب عايش مع حد متكهرب وده ما يتناسبش خالص مع قوله تعالى الله لطيف بعباده ما يتناسبش أبدا مع قوله تعالى أليس الله بكاف عبدا ما يتناسبش أبدا مع قوله فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين فيفضل الشخص ده خايف 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 وشريك حياته ملاحظ ده وإيه اللي بيحصل وبيمثل ومش قادر يبقى إنسان طبيعي يفضل خايف طول الوقت الشخص ده وشريك حياته حاس أنه عايش مع حد مش حقيقي التحدي السابع التشكه بقى وفقدان السقة بسبب العلاقة السابقة فلو كان فيه طرفين بيحبوا بعضه وينفصلوا فبيترك أثر سيء في نفس الشخص وممكن تخليه سيء معاملة شريك حياته الجديد لخوفه من الوقوع في حب شريك حياته الجديد والتعلق به فيحصله نفس الجرح ونفس الوجع اللي حصل مع شريك حياته الأول فيقولك إيه بدل ما أحب وتعلق به وتوجع بلاها وده مليء بسوق الظن ومليء بسوق الأخلاق مع الناس التحدي التامن حاجة اسمها الأبواب المواربة إن إحنا لما منخلص علاقة إحنا قلنا في أول حاجة عدم التعافي منها لأ لما منخلص علاقة ما منقفلش مع لفها صح ما منقفلش خالص يفضل فيه إيه باب موارب والمقصود بالباب الموارب ده إن الألاقة السابقة لم تنتهي بالنسباله